لهيب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لم ينطفئ بعد فالعدوان الغاشم على الأطفال والنساء وحتى الرضع جاوز شهرين من القتل والحصار والتجويع خلال شهرين شنت إسرائيل أعنف عدوان على قطاع غزة خلف حتى الآن أكثر من 16 ألف شهيد بينهم أكثر من 7 ألاف طفل فسوت الأرض بأحياء سكنية دون تمييز بين بشر أو حجر ماسات إنسانية كبيرة يعيشها سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع بشماله وجنوبه واستشتعال الاشتباكات وحرب الشوارع بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية في يوم السابع من أكتوبر الماضي تخطى هيجان الاحتلال الإسرائيلي حدود ما زعم أنه دفاع عن النفس فقصفت قوات الاحتلال ودمرت بيوتاً آمنة ودور عبادة ومستشفيات حتى أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة فأصبحت مراكز تؤوي هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ظلماً وعدواناً خلال شهرين راهن الفلسطينيون على أنفسهم بصمود أذهل العالم فدفن الأب ابنه وجلس الابن على ركام منزل ينظر إلى مجهول لم يأتي بعد وظهرت إسرائيل للعالم بوجهها الحقيقي فبعد أن لبست لباس الضحية المزعومة وضحت للعالم الصورة الحقيقية لإسرائيل من خلال ما يحدث في غزة حينما قصفت نازحين لبوا مكرهين أمراً بترك منازلهم والاتجاه جنوباً لم تكتفي إسرائيل بهذا فقصفت المستشفيات التي نزح إليها هؤلاء وجعلت المرضى يفترشون الأرض دون دواء أو حتى أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء أكثر من ستين يوماً من الحصار والدمار والقتل والتجويع والتعطيش في ظل صمت دولي بين ليبقى الصمود الفلسطيني عنواناً لهذه الحرب غير المتكافئة بين آلة إسرائيلية تبطش ونساء وأطفال وشيوخ لا يحملون سلاحاً سوى الصمود الذي أذهل العالم